اشتركوا في القناة ثلاث نقاط بعد كده بوركينا فاسو سيرليون غينيا بيساو إثيوبيا نقطة وحيدة لكل واحد من المنتخبات الأربعة وفي مؤخرة الجدول أو مؤخرة الترتيب هيكون منتخب جيبوتي قبل 24 ساعة من مواجهة مصر وسيرليون الجولة الثانية في تصفيات كاس العالم بكرة في ليبريا حقيقة يمكن كل اللي حصل في الجولة الأولى شيء رائع باستثناء المشهد الأخير المشهد الحقيقة يمكن لغاية النهاردة ما يكونش واضح لكتير مننا قرار فيتوريا باستبعاد طريق حامد إمام عشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب أو من رحلة المنتخب لسيرليون طبعا الباب ما تقفلش والكلام اللي تقال إنه الباب مفتوح لرجوعهم مرة تانية في مناسبات أخرى ولكن خلينا نتفق أولا إنه ما فيش حد أكبر من المنتخب مصر لا جهاز فني ولا نادي ولا لاعب ولا حتى اتحاد الكرة نفسه منتخب مصر يأتي في المقام الأول قبل كل شيء وأي خروج على النص بالتأكيد من حق الموديل الفني إنه يتعامل معاه لكن المطلوب مزيد من التوضيح مزيد من الشفافية ليه بقول الكلام ده؟ واحد طبعا طرق حامد إمام عشور حسين الشحات الثلاثة لعيبة كبار والثلاثة إضافة المنتخب مصر والثلاثة ممكن تراهن عليهم في مشوار طويل وخصوصا مشوار أمم أفريقيا وأعتقد إنه فيتوريا ممكن يكون بيراجع حساباته لكن الأهم إنه فيه تفاصيل الناس من حقها تعرفها صلاحيات الموديل الفني بالتأكيد محدش يدري يكلم فيها هو صاحب القرار الأول والأخير لكنه هو بياخد قراراته مطلوب يوضح ده للجمهور مطلوب يوضح ده للأندية مطلوب يوضح ده للعيبة نفسها الكلام كله طبعا على فكرة عدم مشاركة السلاسي فيه التدريب اللي اتعمل بعد المباراة للعيبة اللي ما شاركتش كلام عليه أوليه وعليه وفيه ناس كتير ومعلوماتي مؤكدة من ناس كانت حضرها في الملعب إنه اللعيبة شاركت في التمرينة وفيه تأكيدات من المسؤولين في التحاد الكرة إنه اللعيبة ما شاركتش وفيه تأكيدات تالتة بتقول الكامل وبالتالي بالتأكيد من حق الناس انها تعرف وخصوصا انه في النهاية دول ثروة قومية يعني سواء لأنديتهم اللي يهمهم جدا انه ما بقاش فيه اثر نفسي سلبي على لعابتها اللي بتشتغل الأندية على تطوير مستوية عشان في النهاية تقدمهم لمنتخب مصر ولينا ثوابق كتير جدا في القصة دي اخيرها طبعا كيروش انا مش عايز اقول اسماء لعيبة لكن تأثير التعامل النفسي للمدير الفني لمنتخب مصر مع كتير من اللعيبة اثر عليهم بشكل كبير جدا في مرحلة ما بعد المنتخبات عشان كده انا استحسنت جدا 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 قرار ادارة النادي الاهلي بالتحقيق في الوقع والتواصل مع المسؤولين في منتخب مصر عشان يعرفوا التفاصيل الجزء التاني هو العقوبة بالتأكيد كل عقوبة لها حجم معين من الخطأ تستحق توقيع عقوبة ما على واللي هنا قصة مش قصة شحات ومش قصة طارق ومش قصة امام عشور قصة قاعدة احنا بنرسيها قاعدة احنا متفقين ان احنا يتعامل عليها مبدأ بيتم ارسائه عشان يتعامل على اساسه الجميع بعد كده هل عدم مشاركة لعيبة في ميران او مشاركتهم بمستوى معين من الجدية او مستوى معين من لا مبالاة سميها زي ما تسميها تستدعي خروجهم هذا العقاب الشديد من معسكر منتخب مصر واستبعدهم من مشاركة في مباراة سيليون اشك اشك انه ده يكون قرار مرتبط بالوقعة دي على وجه التحديد وللأسف الشديد فيه ناس كتير جدا بتتكلم عن طرف ثالث فيه ناس كتير بتتكلم عن طرف ثالث ما وصلش او وصل المعلومة بشكل خاطئ للمسؤول الاول على المنتخب مصر وهو روي فيتوري فاللي احنا بنرجوه بس في النهاية الاخطأ ياخد عقابه بس الاهم انه يبقى فيه مزيد من الشفافية في توضيح حجم الخطأ وليه كان قرار العقاب بالشكل ده اعتقد ده هو الشيء الوحيد او الحاجة الوحيدة اللي تحفظ لكل الناس حقوقها فاعتقد ان النادي الاهلي يهمه جدا 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 وبيضع دايما منتخب مصر في المقام الاول مصلحة المنتخب فيه مصلحة اي نادي والاهلي الحقيقة ليه مواقف كتير جدا اثبتت ده وبالتالي لو كان في حد اخطأ محتاجين نفهم ايه هو حجم الخطأ وليه تم وقوع العقوبة بالشكل ده طبعا احنا عندنا مباراة سيرال يوم بكرة مهمة وعندنا بالنسبة للاهلي عودة مرة تانية للتدريبات بداية من الغد ان شاء الله استعدادا لمواجهة ميدياما في رحلة الدفاع عن لقب افريقيا ان شاء الله اللي هتنطلق يوم السبت القادم تعالوا نشوف اخبار الاهلي ايه بس اسمحونا نروح لفاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم الحاكم بقى بالكلامة اللي بدأت بيه الحلقة حد يوصلها لفيتوريا واضحة وصريحة والحقيقة يمكن اللي متابعني عارف ان انا متحمس جدا لتجربة فيتوريا من اول ما بدأ اتولى المسؤولية وان كنت لسه مازلت عند رأيي ان الحكم على فيتوريا لسه بدري عليه وانه الاختبار الحقيقي والمحك الحقيقي لقدرات فيتوريا في قائدات منتخب مصر هيكون في امم افريقيا كاس العالم انا بشوف انه اي مدير فني في مصر واي 11 لايه في مصر يوصلوا مصر لكاس العالم بمنتها السهول ماهوش تحدي يعني ماهوش تشالنج مش محتاجين فيه يعني خبرات عظيمة التحدي الحقيقي لفيتوريا امم افريقيا وما تفتريش لانه الافترة وحش ولما تفتري لما تقع ما فيش حد هيرحمك خلينا نروح للنادي الاهلي وخليني اغطي لحضراتكم بما ان احنا بكرا ان شاء الله عودة للتدريبات عندنا مباراة مهمة جدا عندنا موطشات مهمة جدا بداية من السبت اللي جاي يعني النهاردة ان شاء الله منتظر ان مارسل كولر يرجع من اجستو يبدأ بكرا ان شاء الله النادي الاهلي العودة للتدريبات لسه راجل شوية ما خدش قرار فيما يخص لعيبة الدولية هل يديهم راحة بعد مؤسكر المنتخب 48 ساعة ويرجعوا يدخلوا في تحضيرات والاستعادات لمطش السبت اللي جاي مطش ميدياما هتعندك ميدياما الغاني ضربة البداية هنا على ارضك وبعد كده هتروح تلعب يونج افريكانز وغالبا بعد كده هيبقى مطش شباب له ازداد المواجهة الاقوى او الاصعب في المجموعة غالبا هتتأجل عشان مشاركة الاهلي في كاس العالم لكن ده مش كلام نهائي هيبان مع الوقت يعني لكن في نهاية عندك 3 مواجهات في منطقة القوة في بداية مشوار بطولة افريقيا ان شاء الله راجل فيما يتعلق بالدوليين بيدرس النيوديم راحة 48 ساعة وبعد كده يخشوا في مرحلة التحضير كهرباء راجع طبعا مرة تانية للمشاركة وهيكون جاهز ان شاء الله لمباراة واحدة من الاولاق المهمة جدا اللي بيراهر عليها مارس الكولر والحقيقة عايز اتكلم على كتير من الاسماء اللي تعرضت ليها سواء منصات التواصل الاجتماعي او وسائل اعلام عن طبيعة علاقتها او توتر علاقتها بمارس الكولر في الفترة الاخيرة وهقولهم لحضراتكم اسم باسم بس لما يشرافنا طبعا الكابتن الكبير فتحين وصير في الحالة هنتكلم مع عن الملف ده في نفس الوقت هو طالب كولر طالب من الجهاز الطبي تقرير كامل عن حالة المصابين انت عندك خمس لعيبة كلهم طبعا لعيبة كبيرة جدا عندك السلية عندك متولي عندك معلول عندك رضا سليم وعندك اكرم توفيق خمس ورقات من دهب فبالتالي راجل عايز تطمن هل ممكن يكونوا جاهزين قبل ان شاء الله ما نبتدي ملحمة افريقيا مرة تانية معلوماتي بتقول ان السلية جاهز بنسبة 100% السلية يمكن حتى مع فترة الاجازة او الراحة السلبية لدعم رسل كولر الاسبوع الاخير عامل برنامج لنفسه وشغال حقيقة بشكل كويس جدا فاتمنى ان السلية محتاجين السلية جدا يا جماعة في الجمهور الاهلي يقدر تماما قيمة وحجم عمر السلية جوه الملعب وبره الملعب ويمكن بره الملعب اكثر من جوه الملعب صحيح طبعا هو لعيب كبير جدا ومهم جدا في خط النص لكن دوره كمان بره الملعب لا يقل اهمية اعتقد انه هيصنع الفرق في حالة وجوده مرة تانية عندك محمود متولي ممكن شوي بقى بره الحسابات ريدا سليم اكيد بره الحسابات اللي ممكن يبقى فيه فرصة للحاق بالشوال الافريقي ممكن يكون قريب شوي ممكن يكون اكرم توفيق بداية من بكرة ان شاء الله الاهلي مرة تانية يرجع للتدريبات النهاردة طبعا اللمسات الاخيرة لمطش خلينا اقولكم مطش ميدياما الغاني ان شاء الله اللي هو يوم السبت اللي جاي في القاهرة هيكون استقارة لجلة الحكام في اتحاد الافريقي على انه بوبو تراوري يتولى مسؤولية تحكيم مباراة الاهلي وميدياما الغاني ان شاء الله في بداية مشوار دور المجموعات نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي بكرة هيحكم المباراة مباراة مصر وسيلاليون ندالة والحكم الحقيقة ندالة يمكن تاريخه معنا كويس ما اعتقدش ان منتخب مصر حتى خسر مباراة واحدة كان بيحكمها ندالة لكن صعوبة المباراة بتيجي شوية لانها بعد 48 ساعة بس من مواجهة جيبوتي هنا رحلة صفر الى حد كبير طويلة وملعب المباراة ممكن شوية يأثر على منتخب مصر لكن في النهاية ان شاء الله بإذن الله رهان كبير وانا قلت الحقيقة ان منتخب مصر قادر يكسب والتحدي الاصعب بالنسبة لنا هيكون المطشاط اللي بره اكتر منها للجوة جيبوتي عقب وتخطناها واعتقد انها بداية قوية جدا لمنتخب مصر تساعدوا ان شاء الله انه يكمل المشوار بنفس القوة الستة بونت لو كسبنا مطش سيلاليون بكرة يفرقوا معنا جدا ويرايحونا في اللي جاي خلينا نبقى واقعيين مع تواضع مستوى المنافسين خلينا نقرأ كده مباراة مصر وجيبوتي ونحاول نشوف سيناريو مباراة مصر وسيلاليون بكرة في السادسة لكن بعد الفصل مرة تانية مبروك لمنتخب مصر ونتمنى ان شاء الله التوفيق بكرة للمنتخب قدام سيلاليون ويفرح المصريين بالوصول للعلامة الكاملة برسيد ست نقاط مباراة مصر وجيبوتي كلامي في بداية الحلقة ما هواش هجوم على فيتوريا أو تربوس بيه لكن في نهاية الأمر أبدا 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 ما يصلحش أنه يكون منتخب مصر مكان نحب فيه ونكره مفترض أنه المنتخب ده كلنا مندور على مصلحة الكرة المصرية منظومة الرياضة في مصر منظومة الأندية في مصر المنافسة الألقاب كل ده هدفه في النهاية عندك منتخب قوت وبالتالي مصلحة المنتخب لازم تكون قدام عينينا كلنا فيهمني بس أنه المنتخب ما يكونش فيه مساحة بنحب وبنكره أو أنه يكون فيه ناس بتحاول تستغل تجمعات المنتخب أو أرضية المنتخب الوطني عشان تصفية الحسابات أو زرع الفتن ده اللي بنتمناه فمزيد من الشفافية نرجوكم لحقيقة عشان الأمور كلها تبقى واضحة للنصف مصر تعالوا نشوف بعض الأخبار بقى على هامش والأرقام المرتبطة بمواجهة مصر وديبوتي مبارح في الأهل نيوز روم وخلينا نبدأ مع حضراتكم أهم الأخبار في الأهل نيوز روم النهاردة واحدة من أهم إجابات مباراة مبارح تسجيل لصلاح مش لهدف بل أربع أهدف روبعات صلاح بعد الصيام استمرأة أعتقد ست مباراة غافيهم صلاح على التسجيل مع منتخب مصر بيعود وبقوة للتسجيل ودي المطشات اللي احنا كلامنا عليها يعني وإحنا بنحضر لمطش جيبوتي كنا بنتكلم إنها فرصة قدام اللعيب عندكم عشر مطشات سهلة يعني جوة وبرا سيراليون بوركينافاسو غينيا بيساو إثيوبيا جيبوتي مفيش منتخب منهم من العرض تقيل آه صحيح فيه منتخبات أو فيه مطشات ممكن شوية تكون صعبة بالذات المطشات اللي برا ملعبنا زي مطش بكرة سيراليون وبركينافاسو هم دول المنتخبين شوية اللي ممكن ممكن يتعبونا خارج الأرض ولو إن إثيوبيا يعني بحكم المواجهة الأخيرة قدرت تكسب منتخب مصر على أرضها لكن في النهاية أنا شايف إنه العشر مطشات فرصة عظيمة قدام الجيل ده عشان يحقق أرقام قياسية متحققتش قبل كده في مشوار تصفياتنا في كاس العالم وبالمناسبة ربعية صلاح في مرمى جيبوتي رفعت رصيده من الأهداف لخمستاشر هدف في مشوار تصفيات كاس العالم ويعتبر كده الهداف التاريخي المصر في تصفيات كاس العالم وبيفصلوا أربع أهداف عن صدارة هداف تصفيات كاس العالم على مستوى قرارة إفريقيا الرقم القياسي عندنا إسلام سليماني طبعا نجم ومنتخب الجزائر سجل هدف قدام الصومان وبالتالي رفع رصيده من الأهداف لـ 18 هدف التصفيات تساوى بالرقم ده مع طبعا الهداف التاريخي لكود ديفوار طبعا نجم طبعا تشيلسي ونجم كود ديفوار ديديد رجبة اللي عنده في رصيده 18 هدف كده بيفصل صلاح عن صدارة الترتيب على مستوى القرى مش على مستوى مصر أربع هدف لو سجل أربع هدف التصفيات دي يصل لصدارة هدفي إفريقيا على مستوى تصفيات كاس العالم إذا لم يسجل طبعا إسلام سليماني هدف جديد فبالتالي واحد من الأرقام المهمة اللي اتحققها محمد صلاح نجم تكسير الأرقام القياسية الحقيقة ونتمنى له التوفيق ظهر بفورما عالية جدا بالمناسبة في دور مهم جدا خدوا بالكم النسخة اللي موجودة من من اللعيبة حاليا في المنتخب ما هيش لعيبة كبيرة ما هيش لعيبة كبيرة في المنتخب يعني أقصد أقول طبعا كلهم لعيبة كبيرة من ناحية الإمكانيات وكلهم قدوا مباراة هيلة بصراحة وكلهم في مراكزهم تقدر تراهن عليهم بإذن الله في مشوار التصفيات وراهن كمان في أمم أفريقي لكن أقصد أقول ما بقاش فيه لعيبة قديمة كتير في المنتخب يعني في غياب حجازي وفي غياب الوينش بشوف أنه تقريبا اللي موجود من الحرس القديم ممكن تقول محمد شناوي ممكن تقول محمد النني ممكن تقول محمد صلاح دول كباتل المنتخب الكبار اللي بشوف على فكرة أنه ليهم دور كبير جدا 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 في قط اللبس وبشوف أنه ليهم دور مؤثر جدا في نزع نزع فتيل الأزمات قبل حدوثها يعني طبعا عندي كلام كتير جدا نفسي أقوله بس شايف أنه التوقيت مش مناسب نعدي مرحلة سيرليون ونشوف تعليق المسؤولين عن المنتخب سواء جهاز فني أو سواء مجلس إدارة تحت كورة ونشوف نتيجة التحقيقات في النادي الأهلي وبعدها يكون لنا كلام تاني خلينا بس نتطمن إن شاء الله على منتخبنا بكرا زي ما قلت لحضراتكم جان جاك ندالا تم اختياره عشان يدير مباراة مصر والسيرليون بكرا المباراة دي هتتلعب في ليبيريا عشان ملعب سيرليون يعني غير مطابق للمواصفات فبالتالي المباراة نقلت لليبيريا هتتلعب على ملعب أرضيته ترتان وبالتالي طبعا إحنا يمكن مش متعودين قوي أو معندناش هنا في مصر ملعب ترتان ونادرها ملعبتنا بتلعب على ملعب ترتان فدي ممكن تكون واحدة شوية من الحاجات الصعوبات اللي هتواجه المنتخب في مواجهة ليبيريا بكرا إن شاء الله عندنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم كهربا بإذن الله ده خبر متعلق بالأهلي كهربا هيعود لقيادة هجوم النادي الأهلي في مباراة السبت القادم كهربا كان عنده عقوبة إيقاف من لجلس الانضباط ست مباراة محليا قضم العقوبة خمسة فضله شهر فضله مباراة يعني واحدة محليا ويرجع بعد تاني لكن ده مش هيمنعه من الحضور بإذن الله في مباراة السبت القادم أمام الديامة وبالتأكيد هيكون واحد من الأوراق المهمة جدا هجوميا للنادي الأهلي كلام بقى عن الإعارات عن المركاتو عن الأسماء المرشحة للنادي الأهلي مين قريب من بعيد مين قريب من الرحيل عن القلعة الحمراء والحقيقة كل ما قيل في هذا الإطار غير مؤكد بالذات فيما يخص كريستو عشان يكون مع حضراتكم في منتهى الوضوح لكن في النهاية ممكن جدا جدا تكون فيها أوراق تبادلية على حسم صفقات لكن في النهاية عايزين نسمع رأيك كابتن كبير فاتحي نوسير هنركز أكتر على مواجهة منتخب مصر مع سيارة اليوم بكرة وبالتأكيد ملف الأهلي وبانطلاقة مشواره الأفريقي هتكون حضرة في كلامنا مع نجمينة وضفنا النهاردة في السادسة الكابتن فاتحي نوسير لكن بعد الفاصل مش هبالغ لو قلت أنه لأول مرة تقريبا يعني في حدود اللي أنا حضرت وشفت وتفرجت عليه لأول مرة تبقى تصفيات أفريقيا لكاس العالم أسهل بكثير بالنسبة لنا من أمم أفريقيا ويبقى التحدي الصعب قدام المنتخب هو أمم أفريقيا مش مشوار كاس العالم بشوف طبعا أنه فوز مهم في توقيت مهم دفع معنوية مكاسب على كل المستويات أتمنى أن نحن نستغلها وخصوصا أنه محطة الإعداد لمشوار أمم أفريقيا اللي هتكون في يناير إن شاء الله 24 ما فيش قدام المنتخب فيها غير مشوار تصفيات كاس العالم اللي فاضل منه مباراة واحدة قدام سيريليون وأعتقد فيه معسكر أو أجندة دولية هيتخلى لها مباراة أخرى مباراة ودية يعني للمنتخب المصري فيها فرصة أنك أنت تتحضر لعادتك على كل مستويات بدني فني تكتيكي والأهم من كل ده نفسي لأنه اللعب المصري بيتأثر جدا 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 نفسيا تعالوا نقرأ فنيات مباراة مباراة ونشوف بصمات فيتوريا صحيح وأتمنى النتيجة ما تكونش خداعة لأنها نتيجة طبعية ومنطقية جدا أنك تكسب جيبوتي أي 11 هتجيبهم من مصري لازم يكسبهم منتخب جيبوتي فأتمنى إن شاء الله أننا ما ننخدعش بالنتيجة دي ونستمر على نفس المستوى من التركيز ومن الجدية أسمحوا لي رحب بضيفي في السادسة النهاردة كابتل كبير فتحين وصير مسأخير يا كابتل فتحين سأخير يا محمد مبروك انطلاقة منتخب مصر في تصفيات كاس العالم عرض أكتر من رائع نتيجة بسطة الناس جدا أخذ رأيك كده في المباراة وفي انطلاقة المشوار بداية بنسبة تصفيات كاس العالم ومنتخب مصر أولا مبروك لنا كلنا لأن كل مصر أمل أمل أي فريق أو أي بلد أن فرقتنا توصل كاس العالم فده أملنا إن شاء الله أن فرقتنا توصل كاس العالم وبالتالي خصوصا لأنه آخر بطولة إحنا ما وصلناش وصلنا 2018 نقريبين بس يعني وبعدين بضرب الترجيح في نهاية المباراة نحظرنا واحد شكابتل فتحين تصفيات كاس العالم دي مش عايف لي ما بتعيش لنش تصفيات يعني لازم فيما طباط صعب نقدر نقول البداية موافقة البداية في معنويات فردية للعيبة خصوصا صلاح سوبر هاتريك ودي بتدي معنويات عالية للفرقة كفرقة للمدربين للجهاز الإداري للاتحاد للجمهور فأصبحنا كلنا دلوقتي في بوتقة واحدة كلنا في مكان واحد وبدأنا المشوار بقوة وبتدي إنذار لبقية الفرق اللي بلعبه معاك أنت عندك أربع فرق تانين في المجموعة فأنت برضو دي بتديهم إنذار بتقول لهم أنا جاي أنا مش بهذر أنا داخل أنا بسجل وبسجل في أي وقت وبسجل بأي طريقة وبسجل بكذا أسلوب فإذن دي بتبقى بغض النظر عن جيبوتي يعني طبعا جيبوتي مصنف بتعدل 150 من الرينك بتاع الفيفا يعني داخل على 170 فطبعا المسافة بيضة لكن نقدر نقول إن بداية موفقة وإن شاء الله تكتمل بكرة في مباراة سيراليون هاجي الماتش السيراليون لكن خليني أشوف أكيد إرايتك لشغل المنتخب وشغل فيتوريا مع المنتخب في مباراة جيبوتي مع طبعا يعني الأخذ في الاعتبار ضعف مستوى الفني المنافس أكيد مختلفة ممكن تكون فرصة بالنسبة لمدير الفني إنه يجرب أكتر من طريقة لعب ممكن تكون فرصة إنه يجرب في تغيير مراكز ممكن تكون فرصة إنه يجرب لعيبة أو يديهم خبرة الاحتكاك الدولي شفت استغلال فيتوريا الفرصة زي دي مباراة على أرضه طبعا كل اللي انت قلته بالزبط حصل مباراة حصل مباراة يعني ممكن نقول أحمد زفير فيتوريا لأن فعلا بتهالي يا كابتن فتحي أنا بأشوف أن المشوار ده أو النص خديم التصفية كسعالم أي مدير فني قادر يقود منتخب مصر للوصول لتذكرة التأهل هو عايز يكسب فكسب هو عاوز يحط لعيبة الصوارين اللي هم ما لعبوش قبل كده قدام جمهورهم زي مثل أحمد سردباك أحمد سامي أحمد سامي وعندنا الباك مغير هاني مريحه وملعب عمر كمال برضو كباك تاني دولة يعني بيعتبروا صغيرين هو المنتخب مفوش لعيبة كبيرة دلوقتي غير يمكن الشدناوي ونني ومحمد صلاح هو مش القصد بينه صغيرين في السن لا أنا بصد لعيبة قديمة في المنتخب لكن هو عايز يديهم دفعة في مهرعة الملعب يعني أغلب اللعيبة دي مرموش عمر كمال محمد هاني أحمد فتوح حتى ممكن أقولت رزيجي ومصطفى محمد مشوارهم الدولي مع منتخب أول ما هوش عدد مباريات كبير يعني بالزبط صحيح منهم لعيبة كتير جدا تقدر تران عليهم أنهم أساسيين لكن في النهاية أصحاب الخبرات في المنتخب النهاردة يعني بعد تعاد أحمد حجازي بعد تعاد الوينش مفيش غير الشدناوي ونني وصلاح تقريبا وطارق وطارق حامد طارق برضو من اللعيبة السنهم اللي هو برضو معدي بقاله مشؤول لا طبعا طارق من اللعيبة الأديمة لا كله دو تعدوا التلاتين فطبعا على الأقل نختار منهم أربع يكونوا عدوا التلاتين الفرقة مش هتزيد عن كده بس الشدناوي إن شاء الله هراجع وهو هلعب كسا عالم حالعب معناد لأدي من الاتحاد وإن شاء الله هيرجع في خلال يعني إذن في البطولات أو على البطولة الكده أو على بطولة إفريقيا هنلاقي حجازي موجود تاني في الفرقة نتمنى إن شاء الله الفكرة أحمد أن الفرقة دي جيبوتي طبعا هي بتتخدم الأستاذ بس الأستاذ ما كانش فيه جمهور دي مشكلة تانية كابتن فاتحي بس شكل الأستاذ برضو يخط يعني إنت لو في الملعب إحنا موجودين الملعب حتى لو فيه عشرين واحد صوتهم بيسمع كان فيه مثلا نقول خمس تلاف خمستاشر ألف في الحدود دي فيعني أي عدد من ده لكن صوته فيه عندك تفسير لغيابة جمهورة كابتن فاتحي هو فيه حاجات أنا وأنا بحضر مؤتمر الصحفي قبل المطش كان كابتن نيني كان بيتكلم على فكرة أنه اللعبة مستغربة جدا بيروح يلعبوا بره قدام تونس ولا قدام الجزائر بيلاقوا ولا قدام أي منتخب يعني عما شفنا السنغال شفنا جنوب أفريقيا بيلاقي كل الاستاذات كامل العدد ما يجي المنتخب بيلعب على أرضه ما بيبقس في حضوره ما هي فيه فيه أسباب أسباب نفسية نفسية ما احنا بقول النفسية انت ذكرت نفسية الفرقة لازم تكون أعداد نفسي للعيبة وكده الجمهور نفسيا برضو موضوع فلسطين مؤثر على الناس الناس قاعدة قدام قناة التلفزيون وبتشوف اللي بيحصل فنفسيتهم ما هيش مشدودة قوي وحاسين انهم قيموا الماتش قبل ما روحوه ان الماتش ده خلاص مصر هتكسب وحاجة تانية انت دلوقتي عندك نجحت قنوات مصرية في انها هتنقل كاس عالم وبالتالي قاعد في بيته مش هيروح في قناة مشفارة ولا كده فقدي جزء من الجمهور برضو مراحش بس الناس كلها ما كدش بتروحوا لماتشات المنتخب علشان تتفرج على الماتش الناس كابت روحوا لماتشات المنتخب وكابت تتخانق على ماتشات المنتخب علشان تقف في ظهر منتخب مصر وأشان تقف في ظهر منتخب مصر أي ما يسخن شوي انه انتظر الماتشات اللي جاية اكيد هيبقى في تدرق في عدد الج мехور اللي ممكن يوصل . لو اسع حاج سؤال تاني تفتكي النآردة لو اعلنوا مثلا أنه في المطشات بتاعتنا مطشات المحلية أنه أبواب الملاعب أو الاستادات هتتفتح للجمهور بكم العدد تفتكر كم مطش في الموسم ممكن يبقى جمهور مالي للمدرجات لا لا مش كتير وفي مطشات مهما حتى أنت فتحت وقدتهم حتى المدرجات فاضية بدون ذكر أسماء فرق برضو لا يمكن يكمل ولا النص ولا الرابع فطبعا دي زاهرة موجودة دلوقتي أنا بقول لك الجانب النفسي على الجمهور الحاجة التانية الناحة المالية برضو تكلفة رغم أن الماتش تذكرك بـ 30 جنيه الدرجة الثالثة لكن هم بيحسبوها بقولك 30 وإحنا مثلا من العيلة 2-3 دخلنانا في 100 جنيه طب حناكل بكام ونشرب بكام ونركب مواصلات بكام فالحالة الاقتصادية لها تأثير برضو يبقى الحالة الاقتصادية والحالة النفسية عشان فلسطين ظروف المباراة في الوقت ده أن هي لسه يعني ما صنعش للمباراة اللي فيها القمة اللي ممكن تؤثر على نتيجة أنت بتشوف جمهور الناد الأهلي في لما يكون ماتشات فاصلة وماتشات قاسمة لما كان لسه من شهر خمسين ألف وستين ألف لسه كانت بتقفل ليه؟ ليه أهمية المباراة هنا أنا بحس كده يعني أو تحليلي للظروف اللي هما بيمروا بها كده أنا بشعر بنبض الشارع لأن أنا بقعد مع الناس بقعد في أماكن شعبية بقعد في البلاد بقعد في القرى بقعد مع كل ذلك فبحس الناس هي عايزة إيه أو همومها إيه دلوقتي الصورة كانت حلوة يعني المنتخب قدم عرض كويس طلع بسكور محترم لعيبة كتير جدا تألقت إزاي شفت اللقطة ما بعد المباراة فكرة والكلام على استبعاد إمام وطارق وإمام عشور وطارق حامد وحسين الشحات من المنتخب اللي يمكن طبعا فيه تفاصيل كتير مش هندخل فيها دلوقتي لكن بوازت الطابلول حلو حسستنا أن فيه حاجة في المنتخب مش على ما يوراق يعني مش عاوزين نقدر نقول أنها بوازت أو أضافت لكن نقدر نقول بصراحة لو أنا كنت مع فيتوريا وعرفت إيه اللي حصل بالزبط كنا هنقدر نتكلم بس أنا دلوقتي بتكلم على ما نقل ما نقلول وسائل الإعلام والصحافة والتلفزيونات وبعض القنوات كل دي كلمات أو استنتاجات حصل كذا فعمل كذا حصل كذا فأنا أما هقعد معاه هعرف بالزبط إيه اللي حصل حقدر أحكم عليه طوصيبك بالسيناريوهات كتيرة اللي اتحكت لأن حتى دي فيها تضاربة كابتن عشان كده لكن حتى لو كلمنا على ما تم إعلانه المعلن عنه الناس بتقول أنه اللعيبة مفترض كان بعد المباراة ما انتهت أنه اللعيبة اللي ما شركتش هتتمرن في مرعب الأستاذ وبالتالي كان فيه روايتين أو كان فيه تلات روايات أنه اللعيبة شاركت بس مش بجدية وأنه اللعيبة ما رضيتش تشارك أساسا في الميران هل بتشوف أنه في توقيت زي ده وانت عندك بعدها مباراة مهمة بـ 48 ساعة وانت مطالب كمدير فني للمنتخب كمان لك أنت تحافظ على القوام الأساسي لأنه يعني إذا كان فيه قوام أساسي المنتخب مصر لازم اعتبر طرق حامد وإمام عشور وحسين الشحات من ضمن القوام الأساسي أكيد من ضمن 18 لعيب بقدر لا لعبين بطلات طويلة هل شايف أن العقوبة تتناسب مع ما تم الإعلان عنه وأنا ما عرفش إلا حصل طبيعي أنه هو المباراة خلصة وتاني يوم هو حيسافر على طول فاللعيبة اللي هم ما لعبوش هيبقوا اليوم اللي قابليها لعبين تمرين خفيف ويوم المباراة ما تمرنوش وسافروا واليوم اللي حيسافروا فيه مش هيتمرنوا هيبقى حوالي أربع تيام بدون تمرين غير تمرين واحدة النهاردة عملوه فبالتالي هو عايز تنشيط للدورة الدموية اللعيبة تحس بنفسها أنها تعرى أن الجهاز العضر يشتغل الجهاز الدور التنفسي يشتغل أن الفكر بتاعهم يشتغل أن عادي الفرقة دي كلها بتعملها طالما ما عندوش وقت يدرب فبيخلي كل المجموعة اللي هم كلهم خمسة وعشرين لعب تلاتة واثنين وعشرين سافر لاعبه بالله مثلا نقول سبعتاشر لأنه عمل استبدالات فاننا نقول ستاشر لعبه يبقى فاضل عندنا حوالي تسعة لعيبة ولا كانت إرهاب بصراحة كابتن فتن؟ ممكن يعني في ناس ربطة ده على فكرة باللي حصل قبل كده مع الزمالك مع الأهلي ومع الزمالك فكرة أنه الأهلي في الأجندة الدولية الأخيرة في تصفيات أمم أفريقيا في مطش تونس الودي لعيبة الأهلي تلعب لا لعيبة الأهلي عندها مطشات رسمية بعد كده المعسكر ده لعبة الزمالك في مشاكل وفي تحيات في النادي فهو أصر على أنه يضمهم فهل ممكن يكون تعرض لضغوط توصلته لمرحلة أنه بالبلد كده يكشر عن أنيابه ويقول للجميع أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وأنا اللي لازم أفرد رطي ممكن سيناريو أنه كده واستغل النقطة دي في أنه هو يظهرها لأن أصلاً مش معقول هيكشر عن أنيابه بدون سبب لازم يكون فيها حاجة حصلت بس هو كشر جامد يعني كشر على أنيابه وإسنانه ودروسه وكل الثلاثة وثلاثين سنة يعني مش الموضوع أنه هو يعني كشر لكن فعلاً مش حقدر برضو أقول إلا ما أعرف السبب لما أعرف السبب حنقول الحكم الحقيقي إيه في تصرفته لكن من وجه وتفتكر أن أعرف السبب أكيداً لما حاول مع أم يرجع أنا بعض ما هو معي في الاتحاد يعني بنعود مع بعض وبنتكلم وكده وبنقول فأكيد حيقول معاينة خصوصاً يعني فيه علاقة بيه فهيقدر هيقول لي بالضبط إيه في حاسها حتى لو فيه حاجات مش مظبوطة أنت تذكر أعمل لم كنا هنا وبرضو في نفس الستوديو ونسخنا لما لعب تونس وقصرنا وبعدين لعبنا بعد كده قلنا الماتشات اللي جاية هتبقى أحسن أي مظبوط وقلت لي أنه مشكلة تونس أو مشكلة مواجهة تونس كانت توقيت التوقيت كان غالباً أنا أنا بعد كده قلت له قلت له هذا الكلام قلت له أنت تسرعت في أن أنت تختار مباراة زي دي هي طبعاً صحة عشان الرينك عشان تجي فرقة كبيرة عشان تعودهم على كده بس بص لفرقتك ما تبصش لفرقة التانية بص لفرقتك الأول هل هي جاهزة ولا لأ فرقتك ما كانتش جاهزة وفعلاً الرجل قال لي نفس الكلام قال لي فعلاً أنه هو يعني لأنه كانت أول مباراة له بعد ما هو جاي من برة وعايش في أوروبا وعايش في ناك في البرتغال وفهم الفرقة دي فعادية عنده تعالى إلعب قال لي هنا في مصر مش عادية عادية أن أنت تشوف الفرقة بتاعتك هل هي جاهزة ولا لأ لمباراة زي تونس بدليل أنت لما لعبت يوميها كنت بتلعب أسهل يوميما جبت جول يعني هل تعملين مع تونس شوف هو بقى لما تعد صح وكده لما لعبنا الجزائر في الإمارات كان شكلنا غير هو بقى بعد برضو قال لي نفس الكلام قال لي يعني أنت كلامك اللي أنت قلته على تونس وبعدين لما جينا الجزائر لأن الفرقة قلتوا أنت بتاخذها تارت أيام مش هتلاح تعمل حاجة لازم اللاعب أو لازم الخامة لازم سلاح يكون جاهز فالحمد لله يعني فيه توافق بينه وبينه في الأعداد وفي كلام هل أول حاجة مع فكرة أن اللاعب المصري ليه تركيبة خاصة وليه طريقة خاصة في التعامل معه حتى الناس لما بتقول لازم كل فرقة يبقى لها دكتور نفساني لأن اللاعب المصري محتاج لجانب نفسي وجانب يعني يقدر أنه هو يتعامل معه وعايز خبرة وعايز كده نجاح أي مدرب في التعامل النفسي مع الفرقة والتعامل النفسي مع اللاعب كل ما نجحت أنت يعني مع فرقتك والتعامل النفسي له دور أساسي ومش بقول دكتور نفسي المدرب نفسه لازم يكون عنده الجانب النفسي دي احنا خدناها وبالدرس المدربين واللي يعملوا لازم يكون عندك إحساس للجانب النفسي حتى تكتسب اللاعب بتاعك وتضمه لك ويحس أنه جزء منك هيقدر يدي في الملعب لكن ما يبقاش فيه بينك وبينه جاب أو فراغ أو كده أنه هو يدي يدي فيه تراهن على إيه كابتن فاتحي يعني هل الموقف ده أنا معرفش مين صح ومين غلط وهل القرار يتناسب مع حجم الخطأ أو العقوبة تتناسب مع حجم الخطأ ولا لا لأنه فيه تفاصيل كثيرة جدا والحقيقة برضه عشان يعني بقول أكون بتكلم كلمة حق أنا عندي معلومات كثيرة جدا من مصادر مباشرة كانت حضرة فيه الملعب ومصادر جوال منتخب إلى حد كبير فيها تدار فمش قادر أخد أو مش قادر أكون صورة كاملة عشان كده أنا قلت أنا مع حضرتك لازم أسمحها منه لكن في النهاية هل تعتقد أنه في النهاية برضه أنا لازم أحط نفسي مكان كل الأطراف أنا الدافع الأساسي بتاعي والمحرك الأساسي في ده ومصلحة المنتخب وإحنا راحين على كمان شهر في عشرة يناير أو 12 يناير تبدأ بطولة أم أفريقيا فأنا محتاج كل لعيب فاي وأنا بشوف أنه طارق والشحات وإمام من أفضل اللعيبة اللي بادية الموسم يعني مقدمين مستقل كويس جدا فأخاف أنه أخسرهم في بطولة زي بطولة أفريقيا هي البطولة الصع الأصعب بالنسبة أو الاختبار الحقيقي الأول فيتوري مع كامل احترامي لتصفيات أمم أفريقيا كان فيها اختبار حقيقي ولا ولا تصفيات كسر العالم تقدر تقول فيها فيها اختبار حقيقي لفيتوريا الاختبار حقيقي والمحاك الحقيقي لفيتوريا هيكون في أمم أفريقيا هل ممكن نقول أنه على الأقل نفسيا خسر لعيبة بحجم إمام وطارق وشحات هو هو خبرته تقليل لأنه قعد مع اللعيبة يعني هو قعد مع اللعيبة مع الثلاثة معنا أنه اللي بيقعد معهم كان لو هو خسرهم كان خد القرار وما جمعش اللعيبة وقلمش معه وما كانش لكن هو جمعهم عشان يقولوا مع القرار فهما اللي عارفوا القرار ما عارفوش من بره وبعد كده فلما بلغهم القرار فزميلهم جموا ويقولوا وبتاعوا حاولوا أنهم يعني يصلحوا الموضوع أو يقولوا لأ أو كده فهو طبعا لا خلاص هما ثلاثة خصوصا اللي ساعدوا على اتخاذ القرار أنه هما سافر 22 لعب عنده ثلاث حراس وعنده 19 لعب فعنده لعيبة وعنده اللعبة شافها اللي هي موجودة فحس أنهم برضو كلهم وفي يوم يعني من النهاردة البكرة مش هيقعد مثلا لو هيقعد أسبوع عشر طيام على الماتش وحيخطهم بره ما كانش كان لازم يخطهم لكن ده هي ليلة فهو حس أن الليلة دي اللي بيقوله أنا تعبان ولا بيقوله أنا رجلي ولا بيقوله أنا أتمرانش طبعا بقى استريح خليك هنا وما تسافرش يعني حرموا مثلا من سابريل لا مش موضوع فيتوريا هو صاحب القرار الأول والأخير دخل منتخب كابتن فاتحي هو صاحب هو ما فيش حد تاني ولا الجهاز اللي معاه ولا الجهاز إداري ولا اتحاد الكرة هو الوحيد اللي عنده القدرة أن يقول اللي ده روح لده جه ده ينزل ده ما ينزلش هل بيتحدد معلش قبل ما روح لمطش بكرة هل بيتحدد الموديل الفني الإطار اللي بيتحرك على أساسه ممكن يرجع في إيه المين هل لو في عقوبة مطالب بأنه يبقى في ليحة هل مطالب يرجع ولا بيطرك ليه بيطرك ليه مطلق الحرية في اتخاذ بإيشاء والقرارات أو الواجبات الوظيفية بتاعته كمدير فني للمنتخب هو نمر واحد هو الطب فوق ربنا فوق طبعا لكن هو هو أعلى حاجة في المنتخب هو يتصرف كما يشاء لكن ما نقولش الاتحاد بيتكلم أو يغضو أو يعرف أنا بقول ده لأنه إحنا برضو يعني يعني هقولها بصراحة يعني على مستوى التجارب كان لدينا تجارب سابقة مع مديرين فنيين لمنتخب مثلا مثل كارلوس كيروش كارلوس كيروش كان ليه تأثير نفسي سلبي جدا على لعيبة راحت اختارها هو وراحت المنتخب ورجعت من المنتخب فقد مستواها وفقد ثقاتها بنفسها وقعدت فترات طويلة جدا عشان ترجع تاني عشان ترجع تاني فالواحد يعني بيبقى متخوف انه السيناريو ده يتكرر هم لعيبة طبعا تتمنى وتتشرف في النهاية مسل منتخب مصر لكن احنا كمان يهمنا ان احنا نحفظ على لعيبتنا بس هتحافظ وهو مش من النوع ده مش من النوع ده لا 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 طيب عايزة أخذك لتصريحاته وطبعا المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وسيراليون بكرا ان شاء الله يعني أقيم من دقيق هستعرض مع كابتن فتح نصير أهم التصريحات اللي جات على لسان روي فيتوريا واسمعت عليها عليها لكن بعد فصل سريع تصريحات روي فيتوريا فيما يتعلق بمواجهة بكرا ان شاء الله مصر وسيراليون في لايبيريا لايبيريا أنا فاكر ذكراتنا ما كانتش أحسن حاجة برضو في مرة من المرات خرجنا من تصفيات كسر العالم في لايبيريا رغم أنها ما كانتش بتنافس لكن كسبتنا 1-0 جوجوية في الخارج اللي جاب يقول الوقت رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية طبعا لا واحد من أعظم لعيبة أفريقيا لعيبة أفريقيا يعني كان واحد من لعيبة فيه لعيبة جات في طريق أفريقيا كده طبعا أفريقيا يقدمك كتير جدا لكن جوجوية واحد من النوادر من قصة وحكاية ورواية من اللعيبة اللي جات في أفريقيا طبعا واللعيبة الأفريقي هو حدي اللي خد بلون دور وهو بيلعب في الميل طيب خلينا نروح لتصحيحات فيتوريا كابتن فاتح واحد طبعا مواجهة سيراليون صعبة وهدفنا الفوز بكل المباريات والتأهل للمونديال وأكد فيتوريا أن المباراة بكرة هتكون صعبة ومختلفة عن اللقاء الأول أمام جيبوتي متأكدون من صعوبة اللقاء لأننا سنواجه خصما قويا وهدفنا الفوز في كل المباريات وأمام كل المنافسين رأينا أشياء مميزة في منتخب سيراليون وندرس هذه الأشياء باهتمام كبير ونحاول التغلب على نقاط قوة المنافس وخصوصا أن سيراليون حققت نتيجة جيدة آخر مرة واجهت فيها منتخب مصر فيتوريا أتكلم على أنه تعادل سيراليون في اللقاء الأول طبعا كل الفرق المجموعة باستثناء مصر تعادلت اتكلم على أنها تعادلت مع تعادل سيراليون في اللقاء الأول وتصفياتها هيخلي ليها دوافع أكبر في مباراة بكرة وهدفها الفوز أمام المنتخب المصري بما أنها مباراة سيراليون قال أنه منتخب إثيوبيا طبعا اللي تعادل مع منتخب سيراليون في المغرب خلى بشكل كبير جدا مباراة بكرة صعبة جدا حسبيا على المنتخب السيراليوني ومش في حساباته أنه يفقد مزيد من النقاط اتسأل طبعا في المؤتمر الصحفي على قراره باستبعاد الشحات وطرق حامد وإمام عشور رفض التعليق وقال أنه ما فيش أي تعليق على هذا الأمر وخصوصا أنه اتحاد الكرة أصدر بيان حول الواقع والأمر بالنسبة لي منتهي ولا نفك سوى في مواجهة سيراليون ولدينا الكفاءة اللازمة لخوض المباراة قال حطنا في اعتبارنا الرحلة الطويلة من مصر لليبيريا لأننا كنا نعلم أنه السفر هيكون رحلة شقة لكننا حضرنا وإعدادنا نفسنا بشكل جيد جدا وكل اللاعبون جاهزون وقدرون على خوض المواكهة بدي اهتمام زيادة شوية المباراة بكرة ولا ممكن تكون مقدمات عشان يحسس لعيبته أنه أنتوا مش في نوزها أو أن المباراة مش سهلة أو نتيجة مضمونة ما فيش في كرة القدم دلوقتي في العالم مباراة سهلة أي أندية منتخبات مجموعات أي مستوى أي درجات أي مباراة 11-11 غير مضمونة غير بعد نهاية آخر صفارة للحكم اللي بيدير المباراة فهو لما بتكلم كده بتكلم صح لما فيش منطق ما فيش حاجة ما فيش جارانتي ما فيش ضمان يقول أننا ده لازم يكسب ده لكن إحنا ممكن نحس وبيننا وبين بعض إحنا لعبنا أثيوبيا هنا في قبل تونس أي وجات هي سيريليون لعبتها الوقت ولعب هم الأتنين في المغرب فنحس أن الزروف متشابهة كابتن يعني أثيوبيا وسيريليون الأتنين مرعبهم مش معتمدة متحدة الأفريقي فالعب بالضبط فماتش أثيوبيا مع سيريليون اتلعب في المغرب فالسيريليون أيضا مسافرة من المغرب لليبيريا عشان تلعب منتخب مصر فأصد أقول هنا ما فيش أرضي وأرضك لا 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 يعني حتة الجمهور وحتة الأحماز وحتة الفيلين والشعور بأرضي لا لكن يبين لنا المستويات فين لأننا مش عايز أقول الرينك بتاع ده إيه وده إيه إحنا خلينا في الفترة اللي إحنا فيها دي يعني هما مع أثيوبيا لما جمنا أثيوبيا اللي كسبناها واحد وهي يعني فرقة برضو ما كناش إحنا جاهزين أي ما كناش لسه نضغنا وحتى لما كنا جاهزين ما إحنا لعبناها في أثيوبيا وخسرنا تن صفر دي قصة تانية دي اللي هي في تصفياتي اللي أولنية دي لكن إحنا بنقول يعني أرسل تقول حتى المنتخبات الصغيرة ممكن تتعبنا يعني لما أعلننا تم الإعلان عن قرعة كاس العالم المجموعات قلت إنه منتخب بصرف النظر طبعا إنه منتخب مصر من وجهة نظري في حتة تانية بالضبط ومش شايف إنه آه ممكن بوركينا فاسو أو سيراليون شوية ممكن يكونوا منتخبات منظمة بوركينا أعلى بقى منهم بوركينا فاسو أعلى أنا أخد تقييمك للمنتخبات من وقع متباتك لها كان قلت في النهاية إنه إذا أراد منتخب مصر حاسم بطاقة التأهل عليه أنه يفوز خارج أرضه دايماً ما تشطنا اللي بره الأرض هي اللي بتبقى صعبة بصرف النظر عن اسم المنافسة جاء تنفتح وهي اللي بتعمل الفرق في بعضها يعني بتحسسهم وبتديهم القوة وكده بس أنا واثق يعني نقول سيرليون مع أثيوبيا هما كده بس إحنا ما كناش جاهزين جداً لما لعبنا أثيوبيا هنا والماتش الأولاني لأثيوبيا قصرناه برضو ما كناش إحنا الفرقة بتاعتنا لكان لها ظروفة خاصة لكن الفرقة دلوقتي بقت أصبحت فرقة منظمة فرقة لها شكل فرقة لها أداء فرقة بتلعب بطريقة خطة جوه المباراة المباراة الأخيرة دي قاعد يلعب في المباراة أثناء المباراة بكذا خطة مش بكذا طريقة بكذا خطة جوه المباراة انت شايفين فيتوريا بقى ليه بصمة مع المنتخبة كابتن فاتحي؟ لا شايف شكل أداء اللعي بقى يعني انتظامهم يعني مرحلة أنه يستكشف وأنه يجرب خلاص عديننا المرحلة وأنه يلعب مع مستويات مختلفة من المنافسين عديننا المرحلة دي عديننا المرحلة دي أصبحنا دلوقتي قادرين فهي الفرقة دلوقتي جاهزة أما أقول مصر سريريون لا مفيش يعني مشكلة بس في الملعب أنه نجيل صناعي أنه ترتان ترتان يعني نجيل صناعي هو ده اللي بشكل خطورة علينا شوية طبعا هم متعودين وإحنا دي حتقلل مننا شوية يعني اللي بيدي 8 من 10 حيبقى 7 من 10 حيبقى 6 ونص عمره ما حيدي زي الملعب نجيل أما لاقي مثل اللعيم مثل مرة أعطي الماتش اللي فات بيت زحلق ويقوم ويجي ويعمل تاكلينج والكلام ده كله ما يعرفش يعمل هناك مش هعمل الكلام ده أي تاكلينج هتلاقي يتعور ويجي وريب فمشاكل الترتان أو الحشيش الصناعي اللي هو الارتفيش الجراز ده ده خطورة عليه ونطة الكورة وخصوصا لو فيه أمطار يعني لو فيه أمطار دلوقتي عنده في اللي بري هتلاقي الأمطار جات ونزل دي هتعمل لنا مشاكل 48 ساعة الفارق 48 ساعة الفارق الزمني بين المطشين واللي فيهم رحلة صفر إلى حد الماء طويلة وشقة تستدعي أنه يفكر في المباراة من ناحية الطريقة والتشكيل بشكل مختلف أكيد من التشكيل أنه هو أكيد محتفظ بناس عشان يلعبوا هناك مين يلعب على مين من وجهة نظر كابتن فاتح أو مين فرصه أكبر في مباراة سيرياليون بكر لا فيه أساسيات مش هيغيرها يعني نقدر نقول مثلا السبب اللي هو مثلا شنهو مش هيغيره خط الظهر ممكن هاني ممكن هاني يبدأ بكر على حساب عمر على حساب عمر في الحتة دي هو عايز واحد عنده خبرة عنده كده يعني في خط الظهر يعني أحمد سامي ممكن ما يبدأش يعني على أساس ممكن ربيعة أو ممكن ربيعة أو ممكن هما تلاتة بس اللي رحين ما فيه جغل الربيعة يعني لو سامي ما بدأش يبقى ربيعة احتمال أو علي جبر وعلي جبر يعني مع عبد المنم لأن عبد المنم أساسي ليه رياح الماتشي الفات خلقه في الشوت ده عشان عاوزوا الماتشي ده أي ويبقى قسم بين علي جبر كل واحد خده الشوت عشان كله حتى رجله في الملعب أيه يبقى جاهز يبقى هما الاتنين ده تخير برنا وسط الملعب معروفين اللي هما طبعا صلاح أكيد حيالاب أي ومصطفى رأيك في تركيبة النص الملعب اللي رهن عليها في ماتش جيبوتي زيزو مروان عطية قدام كان مربوش في البداية مع صلاح بعد كده تريزي جي يعني التركيبة دي ميال أكتر هو أو طريقته قرية حكل شخصيته للفكر الهجومي يعتمد على لعيبة بروفايل بتاعها هجومي أكتر منه بس هناك احتمال ما يبدأش بزيزو جنب مروان يعني عايز يأمن الحتة دي وابتدى بمروان وزيزو والنين شايف أن احتمالات بداية زيزو صعبة في ماتش في ماتش زي ده بس هو مين موطارق بقى خلاص هنا موجود حمدي ممكن أه ممكن حمدي فتح ممكن حمدي فتح دي مش ممكن ده أكيد طيب يعني حمدي حيلعب وتريزيجيه هيبدأ الماتش ده ميبدأش لكن هنا هيبدأ في الماتش ده يعني ده الشكل اللي باين واللي هو ألعاب أو اللعبة اللي عندهم خبرة اللعبة اللي عندهم أداء اللعبة اللي هم في فرمة اللي هو نزلهم في الشغط التاني يحسوا بالفرقة ويبقوا موجودين معه الاسماء لحقيقة التركية التشكيلة ساك من سواء شارك او مشاركش الاسماء اللي واقع عليها اختيارات فيتوريا هادي الاسماء اللي بيفكر فيها لانهو ما عندوش فرصة للسعادة لهم افريقيا هل دي التشكيلة او الاسماء اللي بيرعان عليها فيتوريا في كوديفور هو ما عندوش بره غير الوينش لو ان شاء الله واحجازي بس يعني اعيسهم في الحتة دي بس هل الوقت حيسمح له الوينش ملعبش والمباراة وحجازي ملعبش والمباراة بس احتمال حجازي لو لعب كاس العالم للاندية صعب او كابتن هو لو لعب وشافه يعني بتالي مش بس انه طبعا اتمنانه السلام حجازي من الاوراق المهمة جدا وخبرة كبيرة جدا وليه دور قائد جوه المنتخب لكن كمان عشان يجيب فورمته بعد فترة ابتعاد طويلة اعتقد احتاج مطشط كتير طبعا حتى لا هو ممكن طبعا اكرم توفيق اكيد هينضاف لان هو ممكن يكون معاه مين اللعيبة اللي استغربت كابتن فتح انه ما اخدهمش بيتوريا في المعسكر ده او في التوقف ده لا اصل دي مباراة بدايات لكن هو شاف اللعيبة التانية اللي ما اقول اكرم لسه جاي من اصابة في يعني ان هو مسلا الله جاي من اصابة حسناش ان هو كان باقي صراحة يعني الناس كلها حست انه رجله في ملعب ولا كأنه غب ولا ثاني الطاقة تيجي في اول مباراة ومباراة ونصف مبارتين لازم يريح شوية كده عشان يرجع تاني يريد الكفر ويرجع تاني الوضع ويرجع لأداءه فانا واسخ ان شاء الله بقمر الله يعني هو عنده لوقت مجموعة كويسة عنده عند السكواد كويس هي المشكلة عنده اللي طالع ونازل في حراسة المرمى ويمكن هو مركز على صبحي محمد صبحي حرس المرمى مع الشناوي واحمد الشناوي محمد صبحي لانه سنه صغير عايز يبقى الفرقة فيها سنه صغير واخد لعيبة سنهم صغير وليم الشبير وليه هم شبير ما بلعبش هو صبحي اللي بلعب يعني لعب عنده لا بس هو التاريخ بتاع صبحي لا التاريخ بتاع صبحي انه لعب فهو عايز واحد سنه صغير جنب الاثنين الكبار فلازم يكون حد صغير واكيد شبير يعني حيجينه دور يعني مصطفى شبير ده اكيد بس هو عايزه يكون في الملعب وداس وكده صبحي لعب كتير الفترة دي ما بلعبش عوقات بلعب عليه الثلاث تجوال دولت كلهم يعني مثلا عواد وواحمد شناوي دورك جيل واحد كان بلعبوا في كاس عالم ناشئين كلومبيا واحد وعشرين 2011 كان فيها صلاح كان فيها النني كان فيها حجازي فدورك كانوا مع بعض وعشان الناس والله ما تحسباش اهلي وزمالك طيب عواد كان يستحق يروح المدر اه من بقولك يعني يعني عواد الماتش اللي فات لما اللي قبل كده ما كانش اختار عواد شناوي كان مختار أبو جبل أبو جبل ما كانش جاهز اللي جاهز عواد لأنه هون كان بيلعب كان مفروض يتاقد فهو واخد صبحي بغرض انه هو سنه صغير وواخد أحمد شناوي دا جول أحمد شناوي نفس سن عواد نفس جيله وهم الاثنين كانوا نادر واحد اسماعيلي عواد اسماعيلي والشناوي مصري وكنلو بخط قناة لأن دولة الجيل اللي احنا روحنا به كاس العالم 2011 في كلومبيه فكان موجودين دولة الاثنين حراس كان عواد وكان أحمد شناوي وأحمد شناوي من لعبة البرومسينج بس هو كان عمل غدروف وعمل رباط صليبي ورجع فاخد الفترة دي التحدي الحقيقي الفيتوريا بالنسبة لك كابتن فاتحي هو أنه ياخد مصر يوصلها للكاس العالم ولا أنه التحدي الحقيقي أو الاختبار الحقيقي هيكون في أمم أفريقيا كود دي فور أنا شايف أن كاس العالم بالنظام ده أسهل من كاس أمم أفريقيا صح أنا شايف كده معرفش أمم أفريقيا صعب عليه لأن أمم أفريقيا فيه حيقابل ناس تقال أول فرق كبيرة اللي هي كانت تطلعنا في كاس العالم لكن هو مش لقى حد اللقاء في كاس العالم طب خليني أسألك حاجة تانية أنا وصلنا مع يعني أعظم إنجازاتنا بعد السلسية بتاعت كابتن حسن شحاتة بنياديل الصحة وطلط العمر يا رب أحسن إنجازاتنا كانت مرة مع هكتور كوبر قدام الكاميرون وصلنا فين ومرة مع كارلوس كيروش قدام السنغال وصلنا فين وفي المطشين خسرناه هل شايف إنه النسخة دي أو الجيل ده أو التشكيلة دي في منتخب مصر تخليك تراهن على إنه منتخب مصر مع فيتوريا عنده حظوظ في تحقيق لقب أمم أفريقيا واللي إحنا لسه الفارق بعيدا أنا بقول إحنا حظوظ وإنت جبتيني على السلسية بتاع كابتن حسن شحاتة مش عشان أنا في قناة الأهلي هنا أنا بتكلم بفكر علمي وانتقاء التلب بطولات 2006-2008-2010 ارجع أنت بالتاريخ للنادي الأهلي للنادي الأهلي هتلاقي النادي الأهلي البطولات وهو إفريقيا في 2006-2008-2010 وحتلاقي إن إحنا كنا بنلعب نهائي إفريقيا دايما زمان كان بتعمل في ديسمبر فالفرقة في الطوب فورم كنت بتلاقي كام لاعب من النادي الأهلي في منتخب مصر اللي حيلعب في يناير كانت لسه الفرقة جازة يعني إذا بتخلص في ديسمبر بتاخد المجموعة اللعبة على الأقل على الأقل تمانية في الملعب هو بياخد أكتر لكن تمانية في الملعب من النادي الأهلي فلما أخد تمانية مع بعض واجيب اتنين من البرة واحد هنا من الزمالك على واحد من إسماعيل أبصى لقي الفرقة دي خلاص بيت الـ 11 إن أنا بلعب فيهم فكسبت 2006 وكسبت 2008 وكسبت 2010 طب ما الظروف مشابهة وقته ما اللعبة دلوقتي في الأهلي يعني لما تقرر الجيل ده بالجيل اللي حاجة بتكلم عليه وصل الأربع نهائي دوري أبطال واخد منهم تلاتة واخد اتنين برونزيت بس أنت توقيت أنت دلوقتي كان في شهر 12 وصلت للـ Top Form بالمجموعة دي وخدت كاس إفريقيا ده شهر 12 شهر يناير تروح بتورد أفريقيا أنت دلوقتي ما وصلتش من شهر أفريقيا يعني المسافة بعيدة اللعبة دلوقتي يعني أنا بقول أن اللعبة تكون اكتملت الكمال طبعاً الكمال للعب لكن اكتملت ونضغت وظبطت في الثلاث بطولات أيام من الجزء كان بتلاقي الفرقة جاهزة تاخدها تلعب بيهم يعني هتراهن ولا مش هتراهن على أمم أفريقيا في كود ديفوار أمم أفريقيا في كود ديفوار طبعاً يعني على الأقل هنخش من ربع زيب على الأقل نخش من ربع زيب ده تعتبر بداية نجاح فيتوريا مدونة ذلك يبقى لا لا مدونة ذلك يبقى مش ممكن بس أنت هتخش وممكن تخش هده وصلت نهائي سهل جداً على اللعبة ومدى نضجهم ومدى تكتفهم وبعدين إحنا عندنا الوقت الفترة اللي جاية أنه هو هتظبط لكن الفرق التانية كمان ما بتتفرجش الوقت طيب عايز أخد رأيك في مجموعاتنا صحيح المطشاط التانية انتهت بالتعادل لكن دايماً تصفيات الكاس العالم بالذات التصفيات مش عارف ليه بتبقى يعني أرض خصوة للمفاجآت منتخب صغير يطلع لك من هنا منتخب صغير يجي من هنا تلاقي الدنيا والحسابات بس مش هنلاقيها مع منتخب مصر لكن هل شايف فيه منتخب ممكن يصل لدرجة أنه يبقى منافس لمنتخب مصر وضعف المنتخبات ده ممكن يخلي منتخب زي بوركينا فاسو هو بوركينا فاسو بوركينا فاسو اللي ممكن ما توفقش بأي طريقة يحصل فنحن لازم نجمع من حوالي كتير وماتشو يبقى هو النهائي موجهات المباشرة طب ناخد ترتيب مجموعاتنا فيه تصفيات كاس العالم بعد انطلاق أو بعد انتهاء بقى الجولة الأولى منتخب مصر دلوقتي كابتن فتحي في الصدارة برصيد ثلاث نقاط بعد فوز على جيبوتي إثيوبيا سيراليون غينيا بيساو بوركينا فاسو كلهم في المركز الثاني متسويين في عدد النقاط نقطة واحدة لأنه مطشطهم مع بعض انتهت بالتعادل زي كلمت مع كابتن فتحي وجيبوتي بلا رصيد من النقاط في المركز السادس والأخير المناسبة بما أنه من لعبتنا المحترفة يعني غير لعبة لعبة الأهلي مع منتخب مصر جنوب أفريقيا كانت بتواجه فريق بنين وقدرت تكسبتين واحد بهدف بيرسي تاو سجل هدف لمنتخب جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا فازت فوق لمبارايتها بنتيجة نين واحد نين واحد شوية يهمني يسمع مع حضرتك برضو فترة التوقف بعد فترة صعبة شوية على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء بالنسبة لأهلي بعد إن شاء الله معسكر منتخب عندنا مواجهة مهمة جدا انطلاقت مشوار دوري أبطال أفريقيا مواجهة ميدياما الغاني شايف الفترة دي ازاي وشايف إنه قادرين نرجع لأنه داخلين طبعا عندنا ميدياما وبعدين يونج أفريكنز في تنزانيا يعني أفريكنز من الفرق اللي بقت يعني بتقدم كرة ومستوى كويس جدا واصل نهائي كونفترالية السنة اللي فاتت وبعد كده الشباب له ازداد أو بطول الكاس العام فإحنا رجعين على مجموعة مطشوات صعبة شايف العودة ازاي وشايف الإسبوع ده ازاي ممكن كرة ليستغلوا مع عودة للتدريبات بكر يرجع العودة هو الغرض منهم إنه عمل لهم عزل كامل عزل يعني خلهم بعدوا خالص لأنه هو قاعد يفكر في الفرق من أول كاس السوبر خسرناه وبعدين نروح ندخلين في البطولة التانية اللي هي بتاعت دور السوبر أفريقيا اللي هم تمام فرق برضو خسرناه فإذا اللعبة بقى عندهم مش حول إحباط في حاجة جواهم كده يعني زي حزن وضغط عليهم وهم بدأوا يفكروا السنادي فيها إيه الناس كلها بتسأل السنادي فيها إيه لأنه ده اللي مزود شوية الصعوبات والضغوط على بداية مشوار دوري هو عاوز بقى يفصل عن اللي فاد ده كله لكنه حيب ده النهاردة جديد فقال لهم الأجازة سبع تيام قال السبع تيام دوري تبعدوا خالص عن الكرة بعيدوا عن أي حاجة إحنا جايين من جديد دلوقتي انسوا اللي فاد يعني انسوا أي حاجة اللخبطة اللي حصلت دي تفسيرك لها إنه في أسماء أو لعبين كانوا سبب أساسي في نجاح كولر في الموسم الأول تراجعوا عن مستواتهم ولا إنه طريقة كولر ممكن تكون اتغيرت ولا هو تراجع عام نتيجة إنه الموسم بدأ بمطشاط صعبة أو بطولات صعبة في بداية الموسم لا هو مش بداية اللعب المصري للأسف اللعب المصري لما بيكسب بطولات كتير وبطولة 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 بيحس إنه هو أقوى من اللي حواليه وبيشعر بدي لكن ما بيقديش اللي خليها أخذ البطولة هم نسيوا الطريق اللي كسبهم السنة اللي فاتت هم نفس اللعيبة بس نسيوا إزاي الموسم الماضي البطولات الخامسة اللي لعبوها نسوها نسوها إزاي إزاي إن أنا كسبت كنت بلتزم كنت بنام كويس كنت باكل كويس كنت بنزل في التمرين أنفس كلام الرجل بيقول المدرب بيقول لي يعمل كذا 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 الفرص دي ما كانش بتضيع الحماس الضغط القلب الروح كل دي بدأت تهرب منهم وتهرب من اللاعب ودي للأسف دي بيحصل فيها عدوى ده يتعد من اللي جنبه واللي جنبه يتعد من ده إن إزاي يشوفوا كده مثل يعني مش اللي هو نازل بفرمته نازل بقوته نازل بكل تركيزه إن أنا لابد إن أنا أكسب ووو وكده فهم تخيلوا إن عادي إحنا آه أبطال إفريق وأبطال كل حاجة وبنكسب كل مبارات أيها تم تكسب تبرينا السلفات كنت بتعمل إيه هل بتعملون إزاي السنة دي لا آخرها مبارات الدول الراحة وإسبوع من وجهة نظرك فترة كافية الكلر عشان يصحح أو راوة ويرتب أوضاعه هو عملها شيء من العزل يعزل الدماغ اللعيبة عن التفكير ويبقوا في الملعب عشان ما تمشيش للسلسلة عشان يجي يقول ده نبدأ من دلوقتي أي فهو حيبدأ من دلوقتي مركاته الأهل اللي جاي شايفه محتاج يدعم فيه أكيد إيه المراكز اللي محتاج ده الأكيد راس الحرب راس الحرب راس الحرب راس الحرب مودست مش مقنع بالنسبة لك حتى اللحظة مودست دماغه دي لو نفتحها فيها كرة كتير قوي بس جسمه ما بينفس اللي في دماغه جسمه يساعده هل كولر زلم مودست بإنه دخله في المطشاط مرة واحدة أو اديه لتسعين ديها مرة طبعا طبعا ما تبدأش بيه هو لعيبه عنده خبرة وكده خلينا نقول حاجة يعني حنخرج بيها برا نقول الكابت المحمود خطيب لما بطل وكان ليه الشرف كنت معاه وبنتناقش وكده يقول لي لقى في دلوقتي مبطل وعشان وعشان السر في إنه هو يبطل إيه إنه لقى نفسه بيتمرن في الملعب وجاهز في الملعب وكده بس جسمه مش مساعد ينفيزه ونفقه عايز يجيبها فييجي يرفع هو لازم يرفع كده شوي ما تترفعش مش بيهيده بس هو عارف إنه لازم يجيبها كده عايز يحطها كده بيحطها بس مش بالسنس ده لأن أصبح الجسم لا يتجوب مع المخ المخ بتاعه أعلى يوميها أقل لي أنا مش هلعب مش هكمل فيه فرق بإنه هو القدرات خلاص هي دي حدودها وفيه فرق بإنه اللعيب بعد لفترة قدراته قال له لك قلت لكن يقدر يستعيد قدراته مودست أي نوع فيه لا لا بس بالجسم ده ما يستعيدش ما يستعيدش الجسم عايز وقت أنا بقول لك اللي هو أنا آسف إن أنا قلتها يمكن خطيب يزعل مني إن أنا أقول حاجة ما يزعلش لكن أنا بدي مثل لقرار اللاعب اللي هو المهارات بقولي إزاي اللاعب بخه كله كرة بس جسمه مش مساعده مش مساعده إنه هو يجري كرة هي حاجر الاسبرينت والمسا قبل الخص الجسم مش مساعدني لكن مخي فيه كرة صحيح أنا مدرك طبعا ودي دايلامة اللاعيب الكبير قال لك لا يعني اللاعيب العادي اللي معتمد على البدني أو المعتمد على التكتك أو اللي هو ما يعرفش يفكر كده دي خصة تانية ده تفكير اللي هو بيقوله ده ده بيدرس للناس كتير برا بعد كده بعد ما بطل يعني ما يخدوا منه الحاجات دي أما جي المودست لعيب كبير لعيب فيه مخ كتير فيه كرة كتير فيه أداء كتير في دماغه كل ده جميل لكن جسمه مش مساعده يعني بيعمل دبل كيك اللي كان عمالها دي يعملها وهو جسمه مساعد لكن يعني أنا بيت خاف عليه وخاف على الأرض وخاف على الدنيا كلها يعني لسه مش مساعدك لازم تفكر بده صحيح ترى أنا عليه في كاس العالم طيب على معدست يقدر يعمل حاجة يجهز قبل كاس العالم ده في ديسمبر ها عشان تجهز يعني بدعوله بالتوفيق ودعوله بالتوفيق وإن كنت بشوف أنه ممكن جدا يخدم مرس الكولر في إطار مدى زمني معين من عمر كل مباراة وفي طريقة لعبه معينة مختلفة شوية عن الطريقة اللي بيعتمد عليها الكولر بشكل أساسي نوارت الدنيا كابتا الفاتح ناسعاد بيك دايمن مرسي جدا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكري قدام سيارة اليون نوصل بس العالمة الكاملة ونقفل محطة كاس العالم ونفتح ملف بطولة قهم أفريقيا إن شاء الله اللي أماننا فيها في الجيل ده وفي التشكيلة دي من نجوم المنتخب وما زلت أصر وما زلت عند رأيي إنه فيتوريا الحقيقة تجربته مباشرة جدا ونتمنى إنها تستمر على نفس المنوار نوارت الدنيا كابتا الفاتح شكرا يا كابتا حمد وسعيد وإن شاء الله بإذن الله نلتقي المرة الجاية وبرضي أقول إن أولادنا وأهلنا في غزة يكونوا يعني خدوا حقهم اللي هو حق السماء وليس حق الأرض وزي ما بقول السماء هي العدلة إن نصر الله لك قريب بإذن الله رب ننصر أهلنا في غزة إن شاء الله بشكركم على المتابعة تحياتي لكم وقفة نتابع فيها مباراة مصر والسلاليون مع تمنياتنا للمنتخب بتقديم عرض قوي ونتيجة تضمن له صدرت المجموعة وتضمن له التحقيق العلامة الكاملة بست نقاط بشكركم تحياتي لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة